انا اسمي عبداللغ سلام هو بل عليك والله لك وحشغ كيف نعرف كنا السؤال ديالي هو كنت أتمنى كنت نيت فعلا حياة بعد الموت أو لا والله أحبك أحبك الله الذي أحببتني فيه عزيزي وش كل ما بغيش تكون حياة بعد الموت كرا هنا احنا يا كرا شي واحد يتلاقى مع أحبابه يتلاقى مع أخوته يتلاقى مع الأصدقاء يكون عندك واحد وخا غير يعني غير غير تعاود انا ما كردش نكون غير في هذا الوقت اللي غاد يكونوا مجموعين الناس تحت الشمش وخا ديالة الصلعين ما عنديش مشكلة بغيت غير نشوف غير نشوف غير نشوف المنظرة صح ان الشمش ديالنا ديال الأرض هذي اللي ديال المجموعة الشمسية ديالنا قريبة من رؤوس العباد كي يدير لها ما نعرف في المهم الله عنده شي حاجة تخدم مع الناصة مع المهم وغير يقربها وغير يقربها هذي تكون حيث الصلعام كانت يصحابوا بأن ذيك الشمش راهها ماشي مزمر يعني تتقربوا كل ما قرب تتزيد الصهد ما عارف شنو هي الشمش فحسب الأحاديث الصحيحة الصلعومية هو أن هذي الشمش هذي غادي تكون تقتارب من رؤوس العبادة تكون قريبة ما والناس غادي يكونوا مجمعين ما وغير العراق وهذي أنا بغيت نشوف هذي القضية هذي بغيت نشوف كيفاش كيفاش غادي يكونوا هكم شتتين ومفرقين واحد من القرن عشر قبل الميلاد واحد في الوقت الآيفون واحد كل واحد وكيفاش يعني كيفاش خدام الأمور دياله فهذا الانتراكسيو مع هذي الناس هذي وكل واحد يعود قيسطه وش مبغيتش انت مثلا تشوف هيتلير أنا مكنتش الريح مع هيتلير نظر معه جوي نيوتن داروين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما بغيتش تدوش تلعب شوية ضامة مع خاليد بن الوالد ما بغيتش تشوف المسيح ما بغيتش تشوف موسى ابراهيم تشوف آدم طويل ما بغيتش تشوف الشيطان الشيطان هو كل شي أصعب تلقى مع الشيطان تصور شي قلسه في الأعراف براسولاته شي كامل بزيانة صعب لا يفعلا الواحد ما كراتش ان تكون حياة بعد الموت ولكن للأسف كين ما كينتش دالي للا شي هذا تتموت تتسالة رسالة طويلة سن 21 سنة ربما ستحتاج لتشغيل موسيقى حزينة على إقاعات الكمان أريد أن أحدثك عن ما أمر به خلال السنة الأخيرة أنا لم أعد هل يش تتكتبوا بالعربية علاش؟ وحندكم مشاكل وتتكتبوا عليها بالعربية واش انتها تتعاني بالعربية؟ واش الألم ديالك بالعربية؟ إليك الألم ديالك بالداريجة؟ شرح لنا الألم ديالك بالداريجة؟ لماذا داروا ريادي وأنشطة؟ ساعات نومي طويلة جدا الأنشطة التي أريد أن أمارسها في الغد أعجز عن فعلها بكثرة الخمول هذا إنسان كاسول أصبحت عبدا لنفسي لدرجة كبيرة يعني والو السريط والمريط والشي مانشط ما كان يجعلني سعيدا لم يعود كذلك يعني قاعدك الشي بورنو اللي كانت يتفرش فيه ذاك شي ما بقاش تأدي الدور دياله أتذكر طفولتي حينما كنت برهوشا كان التبول في فراشي في ليلة موحشة وباردة كافية لضخ هرمون السعادة لدي هذا السعادة دياله ومي كانت يبول تسخن راسو في الشتغ في الزفزافي في السميقلي اليوم يعود كذلك اليوم الشيء الوحيد الذي يجعلني أصل لمستوى يتعدى الصفار بقليل من السعادة هي القباسات التي تنتجها وبعض الاستمناء لا ينزلين هذه إلا والله أحس بنفسي شقيا وأحس بالشقاوة إلا من بعض القباسات والاستمناء أنا إنسان مغلق وصاموت وغير اجتماعي ومتبرم وهذا لا يرجع إلى طفولتي بقدر ما يعود إلى جوهري الفعلي عزيزي هشام إنني أعيش بين عائلتي مع أفضل للناس لكن أصبحت أحس أنني غريب عنهم فأنا لم أتحدث مع أمي في السنوات الأخيرة تيجيني بحلش المسلسل توركي لم أتحدث مع أمي في السنوات الأخيرة ما يزيد معدله عن عشرين كلمة في اليوم أما مع والدي فلا نكاد نتبادل سوى التحية الأمر وما في أنني أحس بالضعف حينما أحاول التحدث إنني أفتقر إلى أي لون من الإدراك في الحياة العائلية كذلك أثناء الزيارات أشعرك أنني شبح معهم شبح عجوز لا حول له ولا قوة لا شيء قادر على تغييري على ما أعتقد فكرت في أحد الأيام تعرف على فتاة برجوازية مثيرة في محاولة مني لكسر عذرية بقى قيادة موالو ما زال ما زارش الحزر الأسود لكن تذكرت كلامك فليس لي ما لدي ما أغري به لأتوفر على المقومات خيبوع ربما لو كان حنكليسي أطول بقليل لتشجعت عنده قصير عنده قصير عنده قصير وما والو ما زال تنقلبوا على شنوية الحاجة المزيانة ده باش كامل غير خيب منتبار ما زال في بعض الأحيان أتمنى لو أنني قد ولدت على شاكلة عصفور أهمه الوحيد هو العثور على ما يقتات عليه والبحث عن شريكة الحياة إن كانت هناك حياة أخرى بعد هذه الملعونة فأول شيء سأفعله هو البحث عن نساء ومحاولة استعماله في أمر أهم تلخيص للمشاكل ده باي الخص لنا المشاكل كن غير دل لنا غير تلخيص بلما يصفت لنا المساج مشكلة الخجل في العلاقات الاجتماعية هذا هو لول مشكلة الخمول تاني لدرجة أن كتابة كل هذه الأسطور استغرق الأمر مني ثلاث أيام مشكلة غياب السعادة مشكلة عدم القدرة في الدخول في حوار اجتماعي بالمناسبة السلسلة الجديدة الخاصة بالفلاسفة رائعة أنتظر ربك بالدارجة صديقي كلامك يؤثر فيه أنا كنت قد نطحر في بلاستو صراحة يعني أنا حسيت براتي عندي استعداد وأنا حسيت صافي في أمس الحاجة إلى الانتحار ما قلت سلينا شنو اللي حيط نورمال مولا من تيزويك تيعطيك بعد المرات تتكون عندك شي حاجة زوينة وخي يكون غير سعارك رطب تتعرف دك اللي تتكون مقودة عليه من جميع الجواني بلكن تكون سعره رطب حل هنود وصير اللانكا تلقى سعرهم رطب يعني كل شيء خارواني من آلف إلى الياء كل شيء خارواني ولكن سعره رطب وده ما انتوال وقعدت شي حاجة ووالو مشكلة الخزال في الحلقات الاجتماعية هذا ما شي مشكل باش نكونوا واضحين هادي تسمى انتروفيرتي ياك انتروفيرتي انتروفيرتي شي حاجة ما عارش فرنسي انتروفيرتي تكون انتروفيرتي تكون داخل على تكون منطاوي منطاوي على نفسي انا دير هكو انا بحالك انا كائن لاجتماعي منطاوي على نفسي نقدر نعيش في شي حفرة عشرين عام بلا اي انسان ونكون مرتاح ما عندي اتشي مشكل ما تنحملش الجميع ما تنحملش نمشي شي بالاصل اللي يكون مثلا شي كونسير ديال الموسيقى ولا شي حفل هكا نو ما تنحملش ما تنبغيش نكون مع الناس ما نكون بوحدي فانا كائن طوائي وادا ما تنعتبروش مشكل يعني علاش مشكل ما شي مشكل انت تتلقى راحتك بوحدك مزيان ما تحتاج انك لابد تكون مع الناس الحمد للانترنت هو انو لا تعدنا القدرة انتعاملوا مع الناس بلا منعاني ومن الوجود ديالهم حقيقة معانا يعني ما اللي بعيد تتضر مع بزاف ديال الناس ولكن ما تواحد ما محداك ولا خستك تدير معاشي ناشاط ولا يجي عندك ولا تمشي عنده فاسيبين هذي مزيان هذ القضية اذا هذا ماشي مشكل المشكل ديال الخمول هذا مشكل ولكن على حساب المستويات ديال الخمول خياشي وولف سبرينج را منش حالة ديو انت تتسول ديك الاسئلة را بقالك دبا بقالك غير رقم واحد وتكمل لكارت ناسيونال رقم واحد لنقصك وهتكمل لكارت ناسيونال انت تتقد في الاسئلة دبا انت وصلت لدبا العيد الميلاد انا اعطيك عيد الميلاد صافية تجيبها الاسقا انا برج الحمل يلا سير دبا تتقاتل مع برج الحمل ودير السحور ودكشي وغادي تعرف ف الخمول ساديبون لان واحد القضية مهمة وتنعاني منها في هذا الزمن ديال السرعة هو ان بنادم تحس بانه مطالب انه يدير بزدفت الحويج وانه ما يكونش عنده وقت الفراغ وهدي من الافات ديال الزمن ديالنا اليوم من الافات اهلاً عزيزتي غيسلان صافا؟ صافا شيغي؟ شيغي داموغ؟ فهو خاصك ما طالعج ما طالعج اللهم ملوعد يتلوط ويتعنب في العام ما طالعج ما طالعج الدين وي سام في بليزير اوسي جزا ما وي ميرسي اوسي بيان شير اوسي سام بيان اوسي عدنا هاد الافات ديال انه بنادمتي القراسوبي انه بحل يخصو دي ما يكون تيدير شي حاجة مشاد ديك القادية ديال الا خاصك تاخد واحد شوية ديال الوقت فى نهارك اللي ما تدير فيه التشي حاج ره ماشي شي حاجة خايبة ره خاصك تاخد الوقت ديالك باش تنعسم زيان تساعد um ت اولا أولا أولا مصتيك مشالي الصوت عبدالهاكور وقال جا عبتاني هوي وي عبهاكور عبهاكور رجح حسنا يلا كمناه اخي مصتيك تحيط شوز الناس اليوتيوب واش رجع لهم هوي عبهاكور عبهاكور الاخوان سمحونا هوي عبهاكور ركنت نظرو على موضيع يعني ديال الصحة ودك شي يعني مداخلش فيها تصلعيم عاشوف معانا وصافيرا ما ما سبينا مادرنا ولو هوي عبدالقر انها4 حول واملها تخلي متانه نظرو على الدين ما تدير ولو متاج بتشي موضوع اللي خارج الدين تجي تبدي هوي عبهاكيلك اااااااا اكتان هطرع للراحة اللي واحد خصو يعطي الراحة لداتو انعسم زيان ااااا خود واحد الوقت في النهار وخي يكون غير عشرة دقائق وخا غير عشرة دقائق اللي مدير فيها تشي حاج قدرت تدير ميديتاسيون ما قدرتش تدير ميديتاسيون ما تدير ويلو ما تفكر ما تهز تليفون ما تفكر في مشاريع ما تشي حاج يكون وقت اللي خاوي يعني زيرو تم ناحية الأفكار حاول أنك تكونسونترا ما تكونش عندك الأفكار بزاف يعني دير اليوغا دير ميديتاسيون عموما ميديتاسيون تقدر تديرها في أي وقت نعم خاص يكون واحد لوقت ديال التأمل صحي بزاف أن يكون عندك وقت ديال التأمل ماشي ديما تكون خدام ماشي ديما تكون تتفكر ماشي ديما خاستك تدير شي حاجة أنت غير ملزم بذلك غير ملزم ولكن لوقت داب عصر السرعة ديالنا وذلك شي تتحس براسك ديما خاستك تدير شي حاجة كمي جوان ولينا دابا حاضين مع بهاكور دابا مشكلة أخر شنو عدم القدرة في الدخول في حوار اجتماعي وهدي دخلا في المشكلة الأول ديال العلاقات الاجتماعية ماشي مشكل ما عندكش مع الناس تهضر معهم ما تهضرش مع الناس ما عندكش مع الناس تهضر معهم ما تبنش ليه هذا مشكل كين الناس اللي انطوائيين وهذا إحساس ديالك كن إنسان طوائي رمشين تامريا يدولي شي حاجة هدي حاجة فيك ما تقدرش تغيرها وغادي تبقى بحالكك تغادي تموت ما كنش عادي أنا عايش بحالك أنا عايش بحالك تماما ما تتبنش ليه مشكلة اشتركوا في القناة